السلام عليكم التي لا بد أن نبثها بين يدي إخواننا الكرام وهذه الشجون تمثل بالنسبة لأهل السنة الذين يحملون التصور العقائدي تمثل لهم بعضا عظيما لا ينبغي أن ينجاوزوا تحدثهم إخواني كثيرا ومرارا أن المسلم لابد أن يكون عقائديا عقائديا لن نستطيع مواجهة الأعداء بأي شيء بقدر ما نستطيع أن نواجههم بعقيدتنا إن آباءنا وأجدادان الأوائل وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لا نعترف إلا بأبوتهم ونتبرع إلى الله تعالى من أبوة الفراعنة والوثنيين فإن آباءنا وأجدادنا الصحابة الكرام جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ما حاربوا الفرس والروم إلا بعقيدة واضحة إنسانية لو نظرت خلال سنوات قلائل خلال سنوات قلائل كيف كان خلض الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت انتشارا مدهشا لقد حرابت الدولة الرومانية شعوب الأرض أكثر من سبعة قرون ليتهيأ لها أن تملك الشام ومصر يعني الدولة الرومانية حرابت أكثر من سوامية سنة لتملك الشام ومصر وحارب الفرس كثيرا لكي يملك العراق قرون استطاع المسلمون في أقل من عشر سنوات من عشر سنوات أن يملكوا العراق والشام ومصر وشمال إفريق في أقل عشر سنوات ما هذا الأمر بأي شيء يا ترى هل كان لدى المسلمين ترسانة عسكرية هائلة أبدا بل كان المسلمون في تسليحهم وعتادهم في قمة البساطة لا أقول في أدى البساطة في قمة البساطة التسليح العسكري للمسلم رمح قصير سيف قصير ترس أو درس دى التسليح العسكري للمسلم بينما كان الرومان والفرس يتسلحون ويتدرعون بأسلحة لا نظير لها على وجه الأرض أكبر قوتين عسكريتين عالميتين في ذلك الوقت يستطيع المسلمون أبناء الصحراء الذين ليست لهم تدريبات عسكرية ثائقة يستطيع في أقل من عشر سنوات أن يحطم هاتين الدولتين بل تستطيع الدول الإسلامية أن تقضي تماما على دولة الفرس ويقتل يزد جيرت وهو آخر ملوك الفرس يقتل لعل ذلك الأمر لم ينسه أبدا الفارسيون لم ينس الفرس أبدا أن المسلمين أحفاظ الصحابة استطاعوا أن يقضوا على دولة الفرس في سنوات قلعي لم ينسوا ذلك أبدا لم ينسوا هذا أبدا ولذلك كان معظم الكيت لإسلام والمسلمين من جهة الفرس كمعظم الكيت من جهة الفرس من الذي قتل عمر الخطاب أبو الأولوة المجوس أصله فارسي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ألا إن الفتنتها هنا ألا إن الفتنتها هنا ويشير بيدي نحو المشرق المشرق العراق وما ورأها أي بلد فارس أيضا لو نظرنا لو نظرنا إلى الدول التي احتضنت البدعة وعمقتها وحاربت من أجل نشر هذه البدعة نجد إن من أعظم هذه الدول بلاد فارس سبحان الله نجد إن اليهود عندما يمالئون يمالئون المسيح الدجال يخرجون مع الدجال من أي بلد من أي بلد من الصهان وأين تقع هذه البلدة تقع في في بلاد فارس وإيران الحالين الله إن الذين يؤيدون الدجال هم يهود فارس والذين حضنوا البدعة قديما وقاتلوا خلافاء قديما هم أهل فارس هم أهل فارس ولو تتبعنا المواقف المظلمة لوجدنا أن هناك تحالفا وثيقا بين الفرس وبين عداء الإسلام بين الفرس وبين عداء الإسلام كلنا يعرف الكشوف الجغرافي كشف رأس الرجاء الصالح كشف الأمريكتين اكتشاف الأستراليا نزول المكتشفين عند اندونسيا وماليزيا وهذه المناطق هذه الكشوف الجغرافية من الذي قام بها قام بها الصليبيون الأسبان والبرتغال يعني أول كشوف جغرافية كانت على يد من الأسبان والبرتغال لماذا الأسبان والبرتغال كانوا يقصدون من وراء الكشوف الجغرافية ضرب الإسلام والمسلمين عوزين يكتشفهم أماكن الضعف في بلاد المسلمين لينفوضوا منها إلى المسلمين وستطاع هؤلاء الصليبيون أن يجدوا صلة بينهم وبين الدولة الفارسية في ذلك الوقت وهم الصفويون وهم الصفويون الصفويون هي أول دولة رافضية تقيم نظاما سياسيا على أسس عقائدين الدولة الصفوية إذن ما هي دولة صفوية الدولة صفوية هي دولة رافضية عقائدية خبيثة استولت على مقاليد الأمر في بلاد فارس في بلاد فارس وستطاعت أن توسع رقعة هذه الدولة رقعة هذه الدولة وكانوا يجتهدون في ضم العراق إلى بلاد فارس قلت قلت لكم قبل بأن السلطان العثماني كان يجاهد في أوروبا فلما علم بأن الجيوش الرافضية الخبيثة هاجمت العراق وتريد ضم العراق إلى بلاد فارس إلا حصل أوقف الجهاد ضد السلبيين وانكفأ إلى الرافضة ليجاهدهم ولعل هناك تحالفا بين الرافضة وبين القوات الصليبية لتخفيف الضغط عن جبه أوروبا ما الضير إن الصليبيين الأسبان والبرتغال هم الذين أوعزوا إلى الرافضة بغزو العراق ليلتفت الجيش العثماني إليه فيترك بقية السير في أوروبا لعل ذلك أن يكون واردا لسيما بأن الجيش العثماني كان على مشارف ذيين وحاصرها وكان خطة السلطان العثمان أن يفتح روما ويقضي تماما على الصليبيين فلعل هذا الأمر أن يكون حديثا فهذه الدولة الصفوية الرافضية الخبيثة قامت على ماذا قامت على أسس عقائدية وإسماعيل شاه الصفوي جلب علماء الرافضة من شد أسقع الأرض لا سيما من جبال عامل في لبنان يعني علماء الرافضة في لبنان هم الذين أسسوا المذهب الرافضة في بلاد فارس أقول ذلك من بعض الناس سؤالك فالرافضة في لبنان غير الرافضة في إيران وستمرت إيران تسمى ببلاد فارس تقريبا إلى سنة 1938 حيث تغير اسمها من بلاد فارس إلى إيران وذلك في عهد الشاه رضا بهلوي إذن كانت تسمى بلاد فارس والإيرانيون على مدار التاريخ يسمون بالفرص وعلى مدار التاريخ الإسلامي كانوا شوكة في ظهر الإسلام والمسلمين وتقول إنهم الذين ساعدوا على قيم الدول العباسي نعم ساعدوا على قيم الدول العباسي لما لأغراض خبيثة فلما هو معلوم بأن أبا مسلم الخرساني كان من أكبر دعاة الدول العباسي وهو الذي قاد جيوش العباسيين للقضاء على الأمويين ولكن ليه لماذا لعل العلة في ذلك أن الدولة الأموية مع ضعفها وجهل الخلفاء المتأخرين منها كانت أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى روح الإسلام من هؤلاء الفرص فأراد الفرص أن تكون لهم يد على الخلافة الإسلامية فساعدوا العباسيين مساعدة عظيمة حتى تم الأمر له وعندما فيقال العباسيون أن أهل الفرص غير صادقين في خدمتهم وأنهم عبون على الإسلام والمسلمين ماذا صنعوا عملوا حكتين تم القضاء على قادة الفرص زي أبو مسلم خرسان قتلوا أبو جعف المنصور عندما تأكد من خبثه وسوء طويته الأمر الثاني الخليفة هارون الرشيد وقبله أبوه عندما تيقنوا أن الفرص يبطنون السوء ولا يظهرون إلا النفاق قتل البرامكة والبرامكة هم أبناء الفرص في الظاهر خش المساجد ويصل مع المسلمين وفي الباطن كانوا يعبدون النار بدون الله المخابرات الإسلامية رفعت تقارير الخلافة وبالفعل الخليفة الإسلامي وجه جنوده وعيونه ومخابراته فوجد إن هذا أمر صحيح فألحق بهم نكبة عظيمة وينكبة البرامكة كما أنتم تعلمون إذا على مدار التاريخ كم يمثلون عبءا شديدا عن الإسلام والمسلمين إلى أن أتى القرن السادس عشر الميلادي وتأسست الدولة الصفوية الرافضية وصارت هي متزاعمة المنهج الرافض في العالم حاول السلطان عبد الحميد الثاني وذلك في نهايات القرن العشرين حاول ذلك أو في بدايات القرن العشرين حاول ذلك الخليفة أن يراسل صلاطين الرافضة ويحاول أن يقنعهم بأن يكون المسلمون السنة والرافضة يداً واحدة على الصليبيين واليهود ولكنهم خذلوا خذلوا قالوا لا ما ينفعش في الوقت الذي كان الشيخ المراغي يسعى إلى التقريب بين المذاهب حاول الصلاطين العثمانيين أن يجدوا صيغة تفاهم بينهم وبين الرافضة لكي يحارب الصليبيين ويوقف أطمع اليهود في ديار الإسلام لكنهم رفضوا مساعدة أهل السنة وصقطت الخلافة دون أن يصنعوا شيئا وموسخت الدول الإسلامية في تركيا دون أن يصنعوا شيئا بل الأمر المدهش أن الدولة الإسلامية الوحيدة في العالم التي كانت على صلة بالكيان اليهودي وتمد بالنفع هي إيران هي إيران المخابرات الوحيدة التي كانت على صلة وثيقة بالمخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية هي المخابرات الإيرانية المخابرات كانت تسمى بالساذاك تسمى بالساذاك كانت على صدب الموساد وعلى صدب المخابرات الأمريكية سبحان الله هذه هي إيران ما الذي تغير لم يتغير شيء قلت لكم في اللقاء الماضي بأن هناك التحالف الوطيد بين إيران وبين أمريكا بين إيران وبين إسرائيل والعلى البعض كان ليصدق هذا الكلام ويقول جمع سفين دولا بيعود مخاخهم من دماغهم كثير لا أبدا هذا كله بالحقائق والحمد لله أن الأمور بتتضح شيئا فشيا ما كنا نتكلم فيه منذ سنين وأخبرتكم به منذ سنين يتحق الآن بالضبط التحالفات التي أخبرتكم بها منذ سنين يحصل كذا وكذا وكذا حدثت تصوري أن العراق سيحصل فيها كذا وكذا وكذا وأن ما يحدث من دخول الأمريكان هذا تنميهيد لتعاون بين أمريكا وبين إيران لأن إيران من مصلحتها إسقاط صدام وأمريكا من مصلحتها إسقاط صدام لحتى يكون جو ممهدا لدخول الميليشيات المسلحة الرافضية إلى العراق وتعديل شأن العراق من أجل إقامة دولة رافضية خبيثة تضم أجزاء من العراق إيران لبنان سوريا ثم بعد ذلك يمتد هذا الهلال الشيطان الرافضي الخبيث ليضم غيره من الدول قامت الدنيا ولم تقعد قامت الدنيا ولم تقعد ما هذا الكلام وعندما تكلمت عن حزب الشيطان قالوا إنه الذي رفع الجبهة وهو الذي أعاد للأمة مجدها وبعض الناس شبه حسن نصر بصلاح الدين الأيوبي قلت سبحان الله صلاح الدين الأيوبي الذي حارب الرافضة تشبهون هذا الرافضي الخبيث بصلاح الدين الأيوبي وتكلمت في عدة موضوعات عن هؤلاء الرافضة وبيّنت أن هناك تعالف وثيق بين الرافضة في لبنان وإيران وكلهم على ملة واحدة وأن هناك دولتين مسادفتين الدولة الأولى السعودية والدولة الثانية مصر لأن السعودية تمثل روح الإسلام ومصر تمثل عافية الإسلام قلت ذلك مرارا وقلت بأن الرافضة لا يحبون لمصر ولا السعودية حتى سقط في يد المنشور الذي قرأته عليكم الأحد الفائت أن الرافضة يطالبون أن يشرف الرافضة على ماذا؟ على مكة والمدينة الرافضة لا تقول له لا مش عاوزين نظام السعودي هو يشرف على مكة والمدينة ضد الوهبية ضد الوهبية قالت بأن الوهبية هم الذين يحاربون الإسلام وأنهم مأجورون من قبل أمريكا نحن مأجورون من قبل أمريكا وسمت بعض الوهبين وقالت أخطرهم فلان وفلان هذا في الجرائت أخطرهم فلان وفلان وسمنوني من أخطر الوهبيين سبحان الله كذب الذي حدث أن بعض الجرائد التي هجمتنا يعني أنا من جملة الذين يتكلمون في هذا الشأن الآن رجعوا إلى الجد وسأقرأ عليكم بعض الأشياء حتى نستخلص العبار هذه جديدة الأسبوع وكانتنا الجرائد المشجعة جدا للرافضة ويعني تقول أنه لابد من طي صفحة الماضي ولابد من أن الناس تستشرب بأن المخططات الأمريكية وكفى يبقى أن نعدي كلم عن الماضي وأحزان وما إلى ذلك ننظر ماذا قالت المقاطع وذلك في جنة الأسبوع الـ 15-11 الصفحة الثانية بيقول إنني أسأل الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن القانون والشرعية وحقوق الإنسان ما هو موقف من تلك الجريمة النكراء اللي هو إيه الجريمة اللي هو إعدام صدام وبعد ما تعدم دبحوا يعني تقريبا تقول حتى الصورة موجودة بالفعل صورته فيها أثر ذبحة في العنق دي صورته بعد الإعدام والصورة الثانية بعد أن ذبحوا رخبتها وطبعا فيه لك تقارير أنهم ضربوا قبل الإعدام ضربوا ضربا شديدا بحيث يرهبوه فيبدو أمام الناس بأنه مرتعش ومهزوم وما إلى ذلك ولكن سبحان الله يعني كما يقولون إن كثأ الأمر عليهم إن كثأ الأمر عليهم ونحن لسنا بصدى تقييم موقف صدام دعا مسألة انتهت ولكن نحن نريد أن نأخذ العبر والفوائد وبعد ما قتلوا بعد ما قتلوا وسقط المفترض أن في كل الإجراءات القرنية وأنا قرأت في ذلك وسألت بعض الناس قالوا إن أول ما بيسقط بيقطع الحبل الحصل فضلوا سيبيروا ما يدبقوا من عشر دقائق من عشر دقائق مخالفين بذلك كل الأعراف الموجودة في العالم دعنا من ذلك بعد ما قتلوا ذبحوا وبعد ما ذبحوا ورقصوا فوق الجثات وأخذوا يضربونه بأحذيتهم ويقولون صلوات رافضية ويذكرون ويرددون مقتضى 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 ويقولون شعارات لأئمتهم وآيتهم وهذا يدل على إن المقصود تصفيح حسابات فبيقول الكاتب وكاتب مصطفى بكري بيقول إذن أسأل الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن القانون والشرعية وحقوق الإنسان ما هو موقف من تلك الجريمة النكرى ولماذا يلتزمون الصمت مع أنهم يعرفون حقيقة ما جرى داخل غرفة الإعدام وبحضور العميل موفق رضيعي لو وثقوا الله طبعا دعا مننا لو وثقوا الله واسموه الحقيقي كريم شهبور كريم شهبور بدأ أصم من أين إيراني حتى تلك قبل كده أنه في أربع مليون إيراني خلال ثلاث سنوات نزحوا إلى العرق وتجناسوا بجنسية العرقية ومعظم المسؤولين للواتي في الحكومة العرقية معظمهم وأغلبيتهم ليسوا بالذين يهتمون من صالح البلاد بيقول وبحضور العميل موفق رضيعي واسموه الحقيقي كريم شهبور الفارسي الأصل والذي يحتل حاليا موقع مستشار الأمن القومي للحكومة العميلة يقول وهذه الميليشيات لأن طبعا الذي قام بمساءة الاعدام دول مش ناس مسؤولين في الحكومة ومن ناس دول دول ميليشيات بتاعة الحكيم ده ميليشيات الحكيم وميليشيات بذر والمهدي وما إلى ذلك بيقول هذه الميليشيات أصبحت لها اليد الطولة في العراق في الوقت الراهن لقد سمح لها الاحتلال بأن تمارس التعذيب والقتل والنهب والاعتذاء على الخرمات كما غمض الطرفة عن الأموال والأسلحة التي تتذفق إليها من إيران بما يكشف بما يكشف عن اتفاق إيراني أمريكي صهيوني هدفوه تمزيق العراق والقضاء على كل مصادر قوته وتفتيته إلى الويلات متصارعة الله أجل شوف شوف هذا الكلام بعد إيه بعد من خلوة منتزم بيقوله كنا نقوله من زمان ما صدقونا ما صدقونا يقول أيضا ونحن هنا نحذر من مخاطر الخطاب السياسي والإعلام والإعلامي الذي يريد آه فقال فالمؤامرة فارسية فالمؤامرة فارسية أي إيرانية وإيران تمكنت من إدخال حوالي أربع مليون من رجالاتها وحرسيها الثوري ليقوموا بأخطر عملية تطهير إرقي وطائفي في البلاد وتحديدا ضد كل من هم من أصول عربية وسنية الكلام ده الكلام ده الكلام ده يتقال يوم خمستاشر يناير يلسه بولوه منذ كم يوم كم ده نحن يلوه من إمتى يا أخواننا منذ فترة طيب إن الجثث والمذابح والجثث المتنافع في كل مكان التي أصبحت لا تعد ولا تحصى لا يمكن أن تكون من فعل أبناء الوطن الواحد بل من فعل المحتلين الذين قدموا إلى العراق سواء تحت يافطة الغزو الصريح أو تحت يافطة التسلل المستتر ففي بغداد تنجل المؤامرة على قدم وساخ لتطهيرها من العرب السنة حيث أشارت التقارير مؤخرا إلى أن عشرة أحياء بأكملها يعيش فيها السنة إلى جانب الشيعة منذ عقود طويلة شهدت تطهيرا كبيرا حولها إلى مناطق شيعية خالصة وما يجري في بغداد يجري في مناطق أخرى عديدة والهدف إجبار السنة على الهجرة من البلاد وإبعادهم قسرا حتى يمكن تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن لقد كشف النائب العراق محمد الدائمي النقاط عن تشكيل إيران لثيلق عسكري في جنوب العراق على الحلول السعودية بهدف نقل الفوضى إلى داخل المملكة عاوزين جهازوا جيش من الرافضة يضربوهم في العراق عشان يدخلوا بعد كده فين السعودي نعم بيقول إن ممارسات إيران على الساحة العراقية ودعمها للميليشيات المجرمة ودلحكومة العميلة التي منحتها مؤخرا قربا بقيمة مليار دولار يعني الرافضة في إيران قدموا مليار دولار مساعدة للحكومة العراقية طيب إيران كانت بتقول بأن الحرب ضد أمريكا لابد أن يكون عبر القدس يعني الرافضة قالوا أنه لابد من تحرير قدس من اليهود ده كلام ده فين في الإعلام الظاهر طيب كم مليار قدمته إيران مساعدة لحركة حماس إسماعيل هنيها سامحوا الله والمسؤولين في توح حماس راعهم بسوا الرجلين قبل الإيدي وزارهم ضريح الطاغوت الخميم وأعرض يقولهم أن الرافضة دولة ما فيش خلافات كبيرة بيننا وبينهم مسائل بسيطة ومش حاوزين مش عارف ده كله في مقابل شوية ملايين الدوم كان الدوم كان حوالي ستة وسبع مليون دولار وحطوهم في شنط هندباج وإسرائيل ورتهم المر عشان تسمح لهم بدخول الكم مليون دولار دول ورتهم المر وبعد ما دخلت الدولارات عملت مشكلة بينهم وبين مين الحرس الرئاس في توزيع الفلوس احنا ناخد الفلوس وانتو تاخد الفلوس سيب الفلوس الشكل معال كم شنطة اللي جايبين وقامت حرب دروس حتى الفلوس مفيش مهبر لأنها أتت من عند من الخبثاء يعني لو جاءت عند اليهود كانت أحسن سبحان الله بينما يقدمون مليار دولار لمن دي العراق ليه لماذا لماذا لأنهم على شاكلتهم لأنهم على شاكلتهم بيقول إن ممارسات إيران على الساحة الراقية ودعمها للميليشيات المجرمة وللحكومة العميلة التي منحة مؤخرا قرضا بقيمة مليار دولار كل ذلك جعلنا مشكك في هذه المخططات التي تهدف إلى الزحف لاختراق الجسد العربي وتقطيعه لحساب الدولة الصفوية الجديدة انتبه ارحمكم الله إن عبد العزيز الحكيم وإبراهيم الجعفري ونور المالكي وأحمد اليالبي وغيرهم من القتل هم صنيعة إيرانية بالضبط كما هم صنيعة أمريكية فلقد أصبحوا قاسما مشتركا ينفذ خطة موحدة هدفوها تدمير العراق وكل له مصالح والسراتيجيات سبحان الله لقد أعلن مؤخرا إن هناك خطة تدعمها إيران تهدف إلى إقامة إقليم شيعي كبير يضم تسع محافظات في جنوب العراق وفي تقديري أن الهدف لن يقصر على ذي المناطق وحسب بل سيمتد إلى مناطق أخرى في العراق وفي الخليج الله أكبر قلنا كلام ذا كلام ذا من زمان قلنا كلام ذا من زمان سبحان الله وإذا كنا نعرف أن لإيران ولأمريكا وللصهيونية أصبح كلهم إيه إذ وحد وإذا كنا نعرف نعرف أن لإيران ولأمريكا وللصهيونية أهدافهم من وراء أن لإيران ولأمريكا وللصهيونية أهدافهم من وراء جرائمهم التي ترتكب على أرض العراق وضد الرئيس صدر القسين الله المستعاد فهل يعرف بعض الأشقاء العرب الذين هللوا أو صمتوا أمام المشهد البربري أنهم يفتحون الطريقة بذلك الغزاء والمحتلين بالزحف إلى عواصم عديد من بلادنا العربية وتحديدا في الخليج بيقول بقى أن يقول إن الذين بيقول إن أمريكا تريد تفتيت المنطق وإيران لها مصالحها والطابور الخامس يلعب وفقا لأجندة سادته أما نحن العرب فلا يجب أن يكون في موقف متفرد إيران تسعى لامتلاك نووي والعدو الصهيوني لديه ترسانة ونحن يجب أن نتحرك سريعا قبل أن نجد أنفسنا ممزقين بين عدو مستعمر يريد أن يقتلنا لحساب مشروع الاستعماري وعدو آخر يريد أن يتبحنا باسم مشروعه الصفوي المغلف بشعارات إسلامية ومعادية للإمبريالية وصيونية في آخر الشيب يقول إنه الشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به كونتريزة وصدقت عليه إيران وبدأ الخونة والمالقون في تنفيذه على أرض الواقع طيب ما رأيكم في هذه المختطفات بعض الناس يقولون بأن لجه السلف ذو الناس عيشين بين الكتب لفهم واقع ولا عاشين حاجة في الدنيا فضل الله عز وجل لا ينبغي إلا أن نزداد طمأنينة إلى ما ننتهي إليه من التوجهات والآراء والتحليلات لماذا؟ سأقول لكم السبب بعد قليل طبعا الجريدة مليئة بأخبار مهمة جدا من ذلك مثلا مقال في صفح الثمانية بالتعاون العلني مع الولايات المتحدة إيران تسعى لابتلاع دول الخليج واضح بالعنوان أساسي بالتعاون العلني مع أمريكا إيران تسعى لابتلاع دول الخليج مقال أخرى لأول مر بوش وإيران يتثقان حاجة واضحة يعني أصبحت المسائل واضحة تمام الوضوح في مقالة مهمة هذه المقالة في الصفحة التاسعة بيقول الصفويون يكررون التاريخ المقالة إخوتي أحبتي اسمها الصفويون يكررون التاريخ الانتماء فارسي والذبائح عربية إسلامية وعلى فكرة أن معظم الذين يوجدون قتل في العراق بيتم تعذيبهم قبل قتله والتعذيب هناك طريقتان مفضلتان الطريقة الأولى طريقة المثقاب المثقاب زي الشانور كده يخرم به البدن ثم الخرم دي تملأ بالملح وطريقة الثانية الذل حتى الموت دي هي طرق مفضلة وكل الجثث التي يجدونها يجدونها بهذه الصورة بيقول الكاتب وأنا سأتخير منه أشياء ربما لا يعرف الكثيرون أن إيران التي نعرفها الآن على أنها دولة مسلمة شيعية تناطح الأمريكان بإصرارها على تخصيب اليورانيوم وإنشاء المفاعلات النووية وتهاجم من يقولون بمحرقة اليهود وتصنع مهرجانا الرسوم المتهكمة على المحرقة ردا على الرسوم المسيئة التي نشرت بدنمرك وربما لا يعرف الكثيرون أنها مهد الدولة الصفوية أنها مهد الدولة الصفوية وبعدين بيقول والدولة الصفوية هي التي أرسل دعاء مذهب الشيعة الإمامية أو الاثنى عشرية في إيران ويقول وترجع جذور الدولة الصفوية إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلي المتوفى سنة 1334 مهلادي الذي كان شيخ طريقة صوفية انتبه حتى تحاول أن تربط بين الشيعة الرافضة وبين من وبين الصوفية كان شيخ طريقة صوفية وظلت إيران بعده لمدة طويلة على المذهب الشافعي يعني إيران أعدت مثلا القرن الخامس عشر الميلادي على المذهب السني على المذهب السني الشافعي إلى أن قال ثم أسس الشيخ ثم أسس الشيخ إسماعيل الصفوي الصفع نسبة إلى الشيخ صفي هذا الدولة الصفوية وفرض التشيع على الإيرانيين قسرا يعني قبل إسماعيل شيخ الصفوي لم تكن إيران دولة رافضية بل كانت دولة سنية وجعل المذهب الرسمي لإيران والمذهب الرافضي وكان إسماعيل قاسيا متعطشا للدماء ويشيع عن نفسه أنه معصوم وليس بينه وبين المهدي فاصل وأنه لا يتحرك إلا بأوامر الأئمة الاثنى عشر وقد تقلد سيفه وأعمله في الإيرانيين وكان يتقل سب الخلفاء الثلاثة وسيلة لامتحانهم فمن يسمع السب منهم عليه أن يهتفى قائلا بايش بات كام بات ويكلم باللغة الأذربيجانية تعني أن السامعة يوافق على السب يعني يختبرهم بسب أو بكر وعمر وعثمان فاللي يسمع سب الصحابة دول يقول آيوة كويس كده كمان يبدأ كويس اللي يتأثر أو يترجف كده واللي بتاعي ايه يذبح آآ وعندما فتح تبريز في بداية أمره وأراد فرض التشيع على أهلها بالقوة أشار عليه بعض شيوخهم أن يتريث لأن ثلثي سكان المدينة من أهل السنة وأنهم لا يصبرون على سب الخلفاء الثلاثة على المنابر ولكنه أجابهم إذا وجدت من الناس كلمة اعتراض شهرت سيثي بعون الله فلا أبق منهم أحدا حيا مشيرا إلى أنه من بدأ إلى أنه هو من بدأ تنظيم الاحتفال بذكر مقتل الحسين على النحو المتبع الآن وأضاف إله فيما يقال مجالس التعزية وهي التي يسمونه الآن الشبيه ويجري فيها تمثيل مقتل الحسين بما في ذلك من تأثير شديد على المشاعر الدينية ويقول إن الحرب قد اشتعل بين سلطان سليم الأول سلطان العثمانية في العقد الثاني من القرن السادس عشر ميلاد وبين إسماعيل الصفة وحاكم إيران والتي انتهت بانتصار السلطان العثماني في معركة جلد إيران إلا أن الانتصار لم يكن حاسما وتأجل حسم القضية بعد ذلك سنوات طويلة ظلت خلالها الحروب قائمة بين الطرفين الشيعي الرافضي والسني ثم يقول إن الصفويين بحروبهم ضد الدول العثمانية قاموا بتفكير وحدة الدول الإسلامية وهو ما يؤكد السلطان عبد الحميد في مذكرات أن أنصح إخواني بقرأة مذكرات السلطان عبد الحميد هي موجودة منضوع والمعرض إن شاء الله على باب هو يريد الإخوة تقرأ مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني مهمة جدا مفيدة في تشكيل عقليتك لأنها متصلة بالواقع الذي نعيشه الآن حيث يقول إن الصراع بين الصفويين والعثمانيين لم يكن لصالح الأمة الإسلامية بل لصالح الكفر والكافرين هذا كلام السلطان عبد الحميد إلى أن قال ولعل التاريخ الذي يعيد نفسه يبتسم بمرارة وهو يكتب بين صفحاته الجملة التي قالها عبد العزيز الحكيم طبعا ليس حكيم ولكنه السفي التي قالها عبد العزيز السفي رئيس ما يسمى بمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق من أنهم يعطون لأهل السنة في العراق ثلاثة خيارات لا رابع لها شوفهم القملة دي أنا أعوزي أخو قلتها دي الوقت إن رئيس الرافض في العراق بيقول قد بالسنة ثلاثة خيارات لا رابع لها القملة دي تلابد نحفظها ولنشرها قملة خطر جدا هذا سلي بيقول إن أمام أهل السنة في العراق ثلاثة خيارات لا رابع لها إما أن يتشيعوا وإما أن يخرجوا من العراق وإما أن يقتلوا لا فيش حكة ترميل كده إما أن يتشيعوا وإما أن يخرجوا وإما أن يقتلوا أدروا في ذلك ما رأيكم في هذه الجملة ده نقولها مرة تانية العبد العزيز السفيه اللي هو رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بيقول إنهم يعطون الأهل السنة في العراق ثلاثة خيارات لا رابع له إما أن يتشيعوا وإما أن يخرجوا من العراق وإما أن يقتلوا إحنا لقرأنا في تاريخ الأنجلس نجد إن الخيارات ديات هي نفس الخيارات التي فرضها الصليبيون على يد ملوكهم على المسلمين المسلمين إما أن تتنصروا وإما أن تخرجوا وإما أن تقتلوا نفس الخيارات ديات نفس هذه الخيارات وبنفس المرارة أيضا سيكتب التاريخ أن سستاني آية الله سستاني أكبر مرجع ديني في العراق آية الله وليس بآية بل إنه آية الشيطان أخزاه الله وأخز الرافضة ومن أعانهم ومن أحبه من ولاه ونسأل الله تعالى أن يمكننا من رقابه لأن تقم لإخواننا الذين يبحوا في العراق وبنفس المرارة أيضا سيكتب التاريخ أن سستاني أصدر فتواه الشهيرة أو المشهورة بعدم مقاتلة القوات الأمريكية والبريطانية الغازية لبلاد رافدين واعتبرها قوات حليفة صديقة في تحالف مؤلم أشبه بالتحالف الذي قام بين الصافويين مع أوروبا الصافويين مع أوروبا للقضاء على الدولة العثمانية وإسقاد دولة الخلافة وهو ما أعاد مسمى الصافويين ليتردد بقوة على الألسنة مستحضرا لماضي أليم وشاهدا على خاضر أكثر إلى من خلنا الأمور واضحة أعوز أكثر من كذا ولأمور كذا أصبحت واضحة إذن دلوقتي الرافضة عندما أقول هناك تحالف استراتيجي بين الرافضة وعبدة الصليب واليهود والوثنيين ضد أهل السنة ولما نقول الإسلام معناها الإسلام السني إسلام الصحابة عندما نقول الإسلامي والإسلام السني هؤلاء القوم لن يرضوا إلا أن نكون راصضا مثله أو أن يخرجون من ديارنا أو أن نقتل أخبرني أخبرني أخو الحبيب منذ قليل بأن على قناة الجزيرة يقول فيه قافلتين من الحجاج السنة العراقيين تم خطفوه قافلتين من الحجاج السنة جاي من الحج بقوا داخل العراق تم خطفوه طبعا دول أين سيكونون قتله على يدي من فعلى ذي من على ذي الميليشيات الرافضية الخبيث أربع مليون إيراني عبر الحدود وتجنسوا بالإنسان العراقي ولكن في الحقيقة ولأهم لمن لإيران قلت من قبل بأن رافضة العالم ليس لهم ولاء لأي دولة في العالم إلا لمن إلى إيران يعني رافضة مصر ليس لهم ولاء لمصر يعني أمريكا لو دخلت مصر رافضة مصر سيعاونوا الأمريكان في ضرب مصر رافضة رافضة السودان سيعاونون الكفار ضد أهل السودان ولاء الرافضة في كل مكان في العالم لمن للدولة الصفوية الفارسية الخبيثة وهي إيران يا أخواني الأمور صارت وضحة لك أن تسأل سؤالا واحدا هناك فصائل إسلامية كثيرة تناولت أزمة الخليق والحرب العراقية وتمثلية حرب لبنان وكلهم إما أنصمتوا وإما آلهم إن ديت يعني لابد أننا منحوش نثير ركام الماضي لأن بردك مهما يكون الرافضة ناس مسلمين فهم أقرب إلينا من أمريكا ومن بريطانيا ومن اليهود يعني دلاتي لو وجدت واحد رافضة بيقاتل يهود تقف مع الرافضة اللي مع اليهود طبعا كانت تسميته كثير مش كده لابد أن نحن يكون عندنا وعج وما كونش عندنا جمود ما تكونش كده ردكالي كده تحاول تكون جامد وتفكر كده بعقلية المؤامرة أنت يا سلفين دايما عقليتكم بتبرمجها بعقلية المؤامرة مش مهمين الواقع لا تبصرون أمامكم دايما بتبصوا وراكم الناس كلهم هاي ماشي تبصوا دام عشان ما تقعش أو ما تصدامش وانتوا دايما ماشيين تبصين وراكم ولذلك أنتوا بتتعثروا كتير وكلامك ده كلام غير منطقي يا خلالنا حرام عليك كلامنا كلام منطقي جدا لأنه قائم على عدة أصول كل الرؤى التي نتكلم فيها قائمة على عدة أصول الأصل الأول أصل عقائدي إن أي تحليل الإنسان بيتناوله أو أي موقف الإنسان بيخضو بيخضو على أساس عقائدي فالأساس العقائدي لا يهتز ولا يحدث فيه الخلل أبدا الأمور العقائدي التي تكون حاكمة ثارقة موجهة ناصحة فبالتالي إن تقف على الأرض صلبة وبتنظر حولك وبتقنن وتحلل من هذا المنظور الأساس العقائدي قلت لكم إحنا عندنا أمور العقيدة منها ما يتعلق بالمباحث المتصلة بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وبالقرآن الكريم والكتب السماوية وما يتصل بالغيب وما يتصل بالقدر وما يتصل بمقام الصحابة وما يتصل بمقام الصحابة دي كلها الأمور العقائدي فاللي خلفنا في أي أمر من أمور الاعتقاد فهو عدو لنا حتى لو ألأ إليها الله ورسول الله يعني لو واحد قال إن فيه هناك نبي غير نبي محمد عليه الصلاة والسلام خلاص إن قطع الذي بيننا وبينه حتى لو ألأ إله الله محمد رسول الله هو قالت محمد رسول الله بس برضك فيه نبي مع نبي محمد عليه الصلاة والسلام إذن هذا كافر لا نوليه ولا نحبه ولا نفق فيه وهو عدو لنا ونحلل كل تصرفاته وأقواله وأفعاله من منظر أنه عدو فواحد عدو هيتصرف إزاي طيب واحد بيكره الصحاب ويسبوهم ويتقرب إلى الله بلعنهم بل إن الذي قتل عمر من خطاب وأبلولو المجوس يبنون له مقاما ويجعل له وليا لله ويتمسحون بقبره ويطوفون حول قبره أبلولو المجوس سبحان الله وهذا القبر موجود الآن في إيران له موسم ومولد ويذبون إليه إذا قد تقول ده يعني مجرد رمز أيوة ميارد رمز ولكن هذا الرمز له قيمة هذا الرمز له قيمة منذ عدة سنوات عشرة سنوات في بداية القرن العشرين قامت معركة ضروس بسبب التربوش وماذا والبرنيط التربوش والبرنيط وفرض كمال أتاتورك إن أي واحد ما يخلعش التربوش يعاقب بالسجن المشدد يعاقب بالسجن المشدد فرج العالم من العلماء اخلع التربوش مش خلع التربوش رأى أبضل عليه وكلبشت فيه ديه وسيقول المحكم الأرض أنت لماذا لا تخلع التربوش إيه يعني التربوش ده عبارة عن قطعة من القماش والبرنيطة قطعة من القماش فاجتغل الدو خلص عشان لديك براء أو تخرج وتمارس حياتك عاد قال لهم بإيه قال لهم العلم الذي خلف ظهرك أليس هو عالم تركيا قال له أجب قال لو استبدلته بعالم آخر هل يجوز لك ذلك قال له لا قال هذه رجالك هذا بذك إذا ما سأل مش مجرد حتة قماش ولكنه رمز رمز ولذلك بعض العلماء الأتراك أفتى بكفر من لبس البرنيط ممكن تقول يعني عشو واحدين بس البرنيطة بقى كافر ليه إيه اللي حصل اللي حصل إن معظم العلماء الأتراك يغلب على المذهب الحنفي والمذهب الحنفي في مسائل التشبه والكفر والإيمان مذهب فيه شدة يعني في مذهب الحنفي أن الذي يضع المصحف على الأرض قد يكفر اللي حط المصحف على الأرض قد يكون كافرا ليه لأن المصحف مكان التعظيم فلو وضعه على الأرض لكان قاصدا بذلك إهانة القرآن ومن أهان القرآن فقد أهان الله ومن أهان الله فوكافر فماذا بحنفي فيه شدة في مسائل التكفير فعندما أفتوا بكفر الذي يلبس البرنيطة لا يقصدون بذلك البرنيطة ولكن يقصدون أن البرنيطة صارت ماذا صارت رمزا على الكفر فلبسوها تشبه خاص بأهل الكفر زي بالضبط إلى واحد لابس مثلا لبسه للقساوس نقول دراجي مسلم لا يبقى السيد زيه يبقى كافر ها وما ردوا إلى الله تقول لا بس ما يقصدش لا إذن أتشبه هناك تشبه حرام وهناك تشبه واجب وذلك في بعض حالات ضرورة وهناك تشبه مباح جائز وهناك تشبه مكروه على المراتب والأقسام التي ذكرها أهل العلم إذن مسألة الرمز دية لا يمكن أبدا أن نتغاضى عنها فالصحابة دون رمز الإسلام رمز الإسلام فالذي يتهكم على الصحابة أو يهمس في الصحابة أو يسب الصحابة أو يلعن الصحابة إذن هذا الرجل لا يمكن أبدا أن نضع أيدينا في يده أو نافق فيه أو نظن فيه خيرا لا يمكن واحد يسب أو بكر أمر تظن فيه خير لا يمكن لا يمكن لا تقول بس بردك العدو القريب وذي الأقرب إلينا من اليهود والنصارى وإحنا لابد كل النظر المستقبلية ورؤى استراتيجية ودراسات مش عارف إيه سيبك من تكل إحنا عندنا عقيدة صافية واضحة من تابعنا في هذه العقيدة كان أخا لنا وحبيبا لنا لهما لنا وعليهما علينا وحالنا معه الدم الدم والهدم الهدم الدم الدم والهدم الهدم ومن خالفنا في عقيدتنا كان حربا كان حربا ولم يكن أخا لنا ولم يكن أخا لنا إذن دي مسائل واضحة إذن أول أساس بنقف عليه لكي نرى العالم يعني السنة في إيه اللي بيحصل واقف على تب عالي جدا وشايف العالم كل شايف العالم كل مش واقف على تب تكبر والعجب أبدا إنسان بسي جدا ومتواضع وذليل وبينظر لفسه إنسان حقير وكل شيء ولكن بيبصر كل ما حوله ومن حوله مش عايش كده في الأنفاق المظلمة في الأحراش الموحشة تا إنسان بسي جدا بما حوله ينظر إلى ما حوله بعدة أصول الأصل أول الأصل عقائدي الأصل الثاني أصول نظرية علمية إذن عندنا أصول عقائدية وهذه أصول ثابتة لا تختلف ولا تحيد لا تختلف ولا تحيد من فشل أي ونعم يجوز احترام الصحابة وتعظيمهم وتوقيرهم في وقت ويجوز همزهم ولمزهم في وقت آخر زي ما بعض الدعاء في الكويت سامحه الله وله شرائط سيارة قال أنا لا أحب سب الصحابة ولا يكلم عنهم على الملأ ولكن اللي يكلم عنهم بينه وبين بعض الناس كده في المجالس الخاصة يقول أبو بكر المجرم عليه العبو الله مصدق أي القولين مصدق الموجود في المجمع العام ولا مصدق ما قيل في المجمع الخاص أيوة هي كذا لأن صحيح الاعتقاد لا يتغير كلامه ظاهرا وباطلا على ملأ وعلى غير ملأ كلام واضح لا يتغير ولا يهتز كلام واضح الأصل الثاني الذي نقف عليه لرؤية العالم حولنا أصول نظرية علمية يعني إيه الأصول نظرية علمية إذ الإنسان بيتتبع الأخبار ولكن من أصولها مش من شاوشيها يعني لابد أن نقرأ في التاريخ يبقى أول حال قراءة التاريخ نقرأ التاريخ بتعني نشوف الدول كيف قامت الدول وكيف سقطت الدول هل سقطت الدول هكذا بسبب النكبات التي مرت بها هزات اقتصادية سياسية أم كان هناك خونة هم الذين ساعدوا على إسقاطها ومن هم الخونة وكيف سعوا إلى إسقاطها ده كل يدرس إذن دراسة للتاريخ بعين الفاحص الماحص البصير دعو الدراسة التاريخ الأمر الثاني الأمر الثاني قراءة العلوم العلوم المساعدة على النظر في الواقع كنت بتكلم مثلا عن الاستراتيجية والسياسة وحركة الأمم وحركة التمدن في المجتمعات وحركة المجتمعات واتخاذ القرارات والعلم المستقبلية ووضع المناهج والاستراتيجيات والخطط والعلاقات الدولية والعلاقات الدولية وكيفية إدارة الحروب وكيفية اتخذ القرارات ده كله بيقرأ أيضا عشان تعرف التوجه رايح فين التوجه رايح فين دي بأنت شاعر آه دول ديت تنبئ بكذا وكذا 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 دي نمر الثاني الأمر الثالث وأمرهم يجبتا رصد الأحداث رصدا دقيقا ترصد الأحداث تسمع الخبر ما يمرش عليك تسمع الخبر تعرف الخبر ده جنب ده وده جنب ده وده جنب ده يدينا إيه يدينا حاجة معينة طب الحاجة دي نعنها ونبدأ نختبر الصحيط نختبر الصحيط يعني مثلا نقولك إن حاملة الطائرات إذن هاور مثلا تحركت إلى الخليج العربي وبعدين بعد ذلك يقولك لم تصل الخليج العربي إزاي لم تصل يا عربي تمام التحركة والخليج العربي مثلا 23 يوم بعد 23 يوم ما رحتش ولا وصل يبا حاجة من اثنين إما وقعت في المحيط وغرقت ربنا ينتقل منهم وغرقهم كلهم وإما أنها راح جهة تانية وإما راح جهة تانية يبا إذن أكيد راح حاجة من اثنين حاملة الطائرات يعني عليها عشرات الطائرات ومهاب الطائرات ومنصات إطلاق صواريخ ووحدات مرافقة لحاملة الطائرات يعني حاملة طالعها عبارة عن جيش متحرك جيش جيش متحرك حولها بوارج وفرقاطات ومنصات صواريخ وفتاع حاجات جبارة لو غرقت إذن تتراج لا يمكن يبا إجد راحة مكان تاني طب يطارة كنت راحة فين دي راحة فين يطارة رايحة علشان تحمل حجاج المسلمين من بطش الرافضة دي ما تنفعش طب يطارة رايحة علشان ترصد مثلا البحرية الروسية قابت تروسيا دخلت في فلك أمريكا وسلمت لها بالعشر يبقى أكيد راحة عشان تعمل داهية مسيحة طب داهية ديت إيه نحن مش عارفين يارحة تضرى في أفغانستان تضرى فين بالضبط يبقى أنت مستشعر أن فين مصيرها تحدث بعد فترة يقولك أن بالفعل قامت القوات الأمريكية على مدار عدة أيام بقصف أهداف الإرهديين في الصومال من خلال من حاملة الطائرات إذنها يبقى أنت بالفعل مسير الأحداث ومتنمد إيه اللي يحصل بعد كذا يبقى أنت بالفعل عابد ربك عز وجل يعني أنت في العبادة في العبادة ما شاء الله في طلب العلم ما شاء الله في الجهاد في الخير ما شاء الله في معرفة أحوال الناس ومساعدة الناس ما شاء الله وأيضا في معرفة الواقع في معرفة الواقع وحمل هم هذه الأمة بربك لابد أن يكون لك قدم رسخ إذا لما تجد الكلام في قضية تتكلم بأصول عقائدية وأصول نظرية علمية إذا كلامك موزون لكن ما جشت الكلام لا تقول لي هي كده وخلاص لا مفعش الآن بفضل الله عز وجل كل الناس بيقولهم إن الكلام اللي احنا قلناه في مسألة الرافضة ومسألة حزب الشيطان كله طلع إيه طلع مصبوط بفضل الله عز وجل وأينا إخواننا نحن نريد أن يكون فيه هناك وعي بالواقع وعي بالواقع شيخ الإسلام ابن ثمية عليه رحمة الله قبل أن يأتي التتر قريبا من مصر علم أنهم سيأتون قريبا من مصر خرج من الدمشق وأتى إلى صلاط المصر وأخبرهم بقدوم التتر وأخبرهم بنية التتر في مهاجمة الديار الإسلامية وتجاهز الجيش المصري وقابل التتر وكان النصر للمسلمين بإذن الله عز وجل مع رب الشيخ الإسلام رجل فقيه وأصوله ورجل مفسر وراجل عطائدي الله إيه لدخلك بقى بتنبؤ حركة الجيوش وقيادة مش عارفين الله حكرا من دي بقى كده إذن النسال في ده رجل يجمع بين الدين والدنيا بين الاعتقاد والحياة لا يمشي في هذا الواقع بشق واحد بل لابد أن يمشي على قدميه الأنثنتين أظن أن الأمور صارت واضحة ولابد لإخواني أن يفسروا طريقهم وأن يتحسسوا ما ينبغي أن يصنعونا والله تعالى أسأل أن يبارك في شباب مصر وفي أهل مصر وأن يجعلهم يعني كما هو المعروف عن مصر وأهلها في وقت الأزمات يعني ما فيش أي دولة في العالم ستقف أمام الرافضة والأمريكان والإنجليز وقوى الصريب إلا أهل مصر إن شاء الله دولة وحيدة سعودية سكانة إيه يعني سعودية إن شاء الله عمارة إمكانيات ولكن ليس يصنعوا شيئا لما شفت قوة الجيش السعودية قلت لا يمكن الناس دي لا يمكن يعني احترامي لكل مقاسات الناس يعني ما بين السمنة ولما إلى ذلك تلاقي راجل مثلا رب عالية في الجيش وماشاء الله تخيم خالص كده وبطنه مش عارف أقول يا رب ده لو حامد حرب يجري زي ده يعمل زي ده حرب عوزة يعني عوزة أيوة اللي أنت أولتها ده نعم الله المستعلم الرافضة إحنا عوزين دايما تقول كلمة الرافضة إن هذه الكلمة هي الكلمة أو المصالح الدقيق ما وش الشيعة إن الشيعة تولد لما فيه زي دي يا برك وفي كده لا خلينا الرافضة 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 الكلمة 這個 النار هذا حدث في طائفة رافضية تسمى بطائفة البهرة هذه ملت هذه البهرة لهم زعيم اسم سلطان البهرة والأسف هذا رجل عندما يأتي أي دولة عربية يستقبل استقبال حافل ليه؟ بينفق بالملايين وأولئي الناس تصل بهردية بتعنى بأماكن آل البيت في زعمهم يعني مثلا مقام نفيسة سكينة الحسين الحد كلها بيبنوا بقى المساجد ويقيفوا الأوقاف فده موجود يا ضيف البهرة معلوماتي أنها انفقت عدة ملايين على تجميل ميدان الحسين وتجميل المشهد الحسيني وكذلك المشهد الزينبي ده معلوماتي في هذا الأمر فالكلام ده اللي بيعلن عنه لا هو في أرض الواقع موجود في أرض الواقع موجود ثم الرافضة مشين برؤى وخطوات ثابتة والأرض بيكسر ما بيخترهاش لأنه هو بيبدأ معاك الأول يخبط لك في الصحابة يبدأ الأول معاك يقول لك ينفع أن الصحابة يسيب عثمان بن عفان يقتل هم اللي كانوا في الصحابة في الدولة أه صحيح عثمان عفان يفضل أربعين يوم محصوش بغل ما كان بحد يدافع عنه ما ينفعش الكلام ده بجد ده من الصحابة قصر إيه من اللي كده إيه؟ عثمان قدري بعد كده اتناقبال على مين؟ على الزبير وطلحة وعائشة يقول لك ما عائشها مش كده النفح الصلاة قال ينبح عليها كلاب الحوء أب وإنها بحاله وعائشة ديتي اللي أفسدت المسلمين والأخرج ده هو سبب نجسة إسلام المسلمين يبدأ بقى يرمي لك حاجة زكاة وطبعا ده كله كلام فاسد وإذا قيد الله سبحانه وتعالى أنا وقتا بإذن الله هنحاول نمر بسرعة على كتاب السنة ابن عاصم بحيث إن شاء الله نبدأ في دراسة التاريخ من أول خلافة أبي بكر إن شاء الله عز وجل ربنا بيك فيكم يا شباب هل بالغزو الذي يجهز السعودية هل اقترب ظهور المهدي المهدي بتاعنا ولا بتاعهم الله المستعى لعل هناك فتن وملاحم ستكون قبل المهدي والمهدي هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهديه الله عز وجل في ليلة واحدة اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي يشبهني في الخلق والخلق هذا اللي هو المهدي يعني صلى محمد ابن عبد الله وخروجه لن يكون إلا بعد ملاحم ومن يدري لعل الملاحم ندرك شيئا منها أو لعل أولادان يدركون شيئا منها أو لعل أحفادنا إن كان لنا أحفاد يدركون شيئا منها والله مستعى على أي تحال لابد أن نتمسك بالاعتقاد السلفي الصحيح وأن نتواصل أن نكون يد واحدة يريد أن نحاول أن نكون يد واحدة ونحاول أن كل مشروع خيري نتكاتب فيه ويوصي بعضنا بعضا نكون يد واحدة في كل أمر طيب يعني مثلا مثل هذا المجلس إيه المنع كل واحد يجب مع خمس ست فارس بحيث أن يكثر هذا الخير ويعم هذا النفع لأن الفاظ القادمة هي فترة الدفع لما سيحدث بعد ذلك هل تنقل الأمريكا على الشعب العراق بسبب زيادة أقماء الرافضة في المنطقة ويتكون معسكر الشرقي من الرافضة ومعسكر الغربي بين أمريكا ومعسكر الغربي بين أمريكا ومعسكر الغربي بين أمريكا وإذا حدث ما هو موقفنا في ذلك الوقت ربما يحدث ذلك ربما يحدث ذلك لأن أمريكا كدولة عالمية كل حاجة عندها بالمآس يعني هي عاوزة إيران تاخد شوية مصالح بس حاجة على عندها بارك كذلك الضبط لما يكون فيه هناك قطيع من الغزلان أعيا الأسد يعني الغزالة سريعة جدا فالأسد مع الفارق مع التشبيه كل ما الأسد يجري أو بلاش الأسد فيه ضبع ضبع قوي قاعد يجري على الغزالة مش قادر إيه يحصل فقال لضبع تاني متهالك كده حلق علي وهشغك معاه في الغنيب طبعا الضبع الضغط اللي هو المتوحش في دماغه إنه هو هيدينه مثلا حتة كارع صغير كده من الغزالة تحتة كارع صغير وبالفعل حلقوا على بعضهم ميسهم بالغزالة وضربوا الغزالة موتو ييجي بقى الصغير اللي هو الضعيف عاوزينها شنهشة كبير قال يحصل له الضبع القيوم ضربوا علي دول عين لا السنة لما أنا أخد نصيبي أدك انت حيث الكارع على أدك طب إذا افترضنا الضبع الضعيف الضعيل حقير إن ذا يلده أراد أن يتأسد على الضبع القوي إيه اللي بيحصل ممكن الضبع القوي يدينه فوق دماغه ممكن فهذا الأمر ممكن يحدث وأنا يعني حاشيت الأسد من التشبيه لأن الأسد أكرم وأنبل أن يشبه بأمريكا لأن أمريكا كان الضبع فالضبع دائما يحب العفن ويحب الضآلة والحقارة ومن طبيعه الخصة بخلاف الأسد الأسد لو شبعان عمره مائزة حد الأسد لو أكله جموسة ونامه بعد ما كان الجموسة راح نايمه لو أنت حد طيبك على أسد كده ما يمنش في حاجة لأنه أكل مبسوط أكل وشرب ونامه وخاص رضا لكن الضبع حد تلواك الجموستين وحد جاي نحيطه ومهبش الموات حتى لو ساب مغير ما يلفي حاجة خسيس فكذلك أمريكا تشبه الضبع في خصتها ودناءتها وحقارتها ربما يكون ذلك قائما لأن أطماع الدولة الصفوية الرفضية الخبيثة يمكن أن يتعدى النب بتاعتها أو النصب بتاعتها الذي تريده أمريكا ربما أسأل الله تعالى أن يوثق إخواني في امتحانتهم وأن لا يذاكروا شيئا إلا وجدوه أمامهم في ورقة الامتحان سهلا ميسورا مذللا بإذن الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا وصلي لهم على ذي الحبيب محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلام سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصغفرك وأتوه ترجمة نانسي قنقر